وزراء خارجية مجموعة الثماني المجتمعون منذ مساء الأربعاء إلى غاية الخميس في العاصمة البريطانية اللندنية تباحتون حول أهم القضايا الدولية وعلى رأسها الملفان الكوري الشمالي والسوري وأيضاً البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل محادثات جمعت وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ ونظريه الياباني والأمريكي بشأن التصعيد في شبه الجزيرة الكورية مثلما يلتقى سكرتار الدولة الأمريكية لشؤون الخارجية جون كيري بنظره بوسي سيرجي لفروف حيث تركزت محادثاتهما حول الأزمة السورية وبالتزامن مع اجتماع مجموعة الثماني قال مسؤول أمريكي إن القوى الغربية والعربية التي توصف بأصدقاء سوريا ستجتمع في العشرين من أبريل نيسان في تركيا لبحث سبل مساعدة المعارضة السورية في حربها ضد نظام بشار الأسد وأوضح أن جون كيري سيكون من بين المشاركين في هذا الاجتماع وينتظر أن تدعو بريطانيا إلى زيادة المساعدة للمعارضة السورية ولو أن الخبراء لا يتوقعون حدوث اختراقة استراتيجية بهذا الشأن لا سيما في هذا الضرف الذي يسود فيه الجدل حول انتماء بعض فصائل المعارضة المسلحة في سوريا إلى تنظيم القاعدة ترجمة نانسي قنقر